بسم الله الرحمن الرحيم مقررات الجلسة الاعتيادية العشرون لمجلس الوزراء بتأريخ اليوم المصادف 16 آيار عام 2023 استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم الشباب وانسجاماً مع أولويات البرنامج الحكومي في التخفيف من نسبة البطالة فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة رئيس مال صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بزيادة مقدارها تريليون ومئتين مليار دينار ليصبح تريليون وثلاثمائة وخمسين مليار دينار بدلاً من مئة وخمسين مليار دينار فقط لتغطية خطة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ضمن البرنامج الحكومي لمدة ثلاث سنوات استناداً إلى أحكام قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم عشرة لسنة 2012 قرر مجلس الوزراء ما يلي تأليف لجنة دائمية برئاسة وكيل وزير التخطيط للشؤون الإدارية وعضوية كل من مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العدل ومدير عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تقل درجته عن مشاور قانوني أقدم عضوا ومقررا وتخول اللجنة المذكورة بأخذ القرارات الحاسمة كحسم موضوع فض النزاعات الحكومية الناشئة عن العقود المبرمة بين الجهات الحكومية ولللجنة استضافة من تراه ملائما ومن يخدم مهامها وافق مجلس الوزراء على إقرار التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وفق كتاب وزارة العدل وإرساله إلى اللجان الدولية المعنية من خلال وزارة الخارجية وفقا للمواعيد الخاصة بتقديم التقارير المتعلقة بالاتفاقيات الدولية إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بحسب الآتي استثناء شركة ابن سينة العامة سابقا من الدمج مع الشركة العامة للصناعات الحربية سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 360 لسنة 2015 بدءا من تأريخ الأول من كانون الثاني عام 2016 ولغاية 31 آب عام 2017 لتسهيل عملية دمج البيانات المالية مع الشركة العامة للصناعات التعدينية حيث أن شركة ابن سينة العامة سابقا مدمجة حاليا مع الشركة العامة للصناعات التعدينية إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 23.105 بحسب الآتي واحد يكون سعر وقود الطائرات المجحز للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بمقدار 20% من سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية على أن تقدم الشركة خطة عمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة والنهوض بواقعها من خلال الاستفادة من هذا الدعم إلى المجلس الوزاري للاقتصاد خلال مدة 90 يوم عمل ليتم بعدها إعادة النظر بالسعر في ضوء المستجدات 2. يكون سعر وقود الطائرات المجحز لشركات النواقل الوطنية الأخرى 3. فلاي بغداد 4. أور وغيرها المسجلة رسمياً لدى سلطة الطيران المدني بمقدار 80% من سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية 3. يكون سعر وقود الطائرات المجحز لشركات الطيران العالمية الأجنبية 4. هو سعر النشرة العالمية مع التحميلات الإدارية 4. الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 23.026 لسنة 2023 حول التعامل بالدينار العراقي بسعر صرف الدولار المقرر للبنك المركز العراقي 5. قرر مجلس الوزراء الإبقاء على قرار مجلس الوزراء السابق رقم 125 لسنة 2022 6. بشأن تولي وزارة الداخلية مديرية المرور العامة 6. إبرامة أقد استثماري مع صندوق شهداء الشرطة لإنشاء معمل تصنيع اللوحات المرورية 6. استثناء من قرار مجلس الوزراء رقم 245 لسنة 2019 7. بناء على ما جاء في توصيات اللجنة المعنية بإعادة النظر بقرارات مجلس الوزراء كافة المأخوذة من الحكومة السابقة 8. خلال مدة تصريف الأمور اليومية من تأريخ 28 الأول عام 2021 9. ولغاية 27 تشرين الأول عام 2022 10. قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما يأتي 1. إلغاء الفقرات الأولى والثانية والثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2021 2. إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 399 لسنة 2021 2. بشأن تعييني مستشاريني لرئيس جهاز المخابرات الوطن العراقي بدرجة مدير عام 3. وبهدف الشروع بالخطوات العلمية لتطوير قطاعي التربية والتعليم 4. غفق الأولويات العامة للحكومة 5. فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية رقم 23011 5. بشأن الموافقة على الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم 6. في العراق 2022 إلى 2031 6. التي أطلقها السيد رئيس مجلس الوزراء رسميا يوم أمس 7. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزارة العدل صلاحية التعاقد مع الأطباء وذوي المهن الصحية من العراقيين وغير العراقيين 7. قرر مجلس الوزراء إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقمة 23037 8. بشأن توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة النفط 9. بشأن تعاقد شركة مصاف الوسط الخاص بمشروع مصفا كربلاء لتنفيذ طلبية تجهيز المواد الكيميائية والعوامل المساعدة والزيوت والمواد الاحتياطية 10. بأسلوب التعاقد المباشر مع مقاول المشروع الاعتلاف الكوري لإدامة عمله خلال المدة التي تلل استلام 11. استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 11. بحسب التفاصيل المبينة في كتاب وزارة النفط وفقا للأسعار العالمية السائدة 12. والتزاما بالروابط الأخوية للعراق مع أشقائه العرب 12. وافق مجلس الوزراء على تلبية احتياجات لبنان من مشتقات النفط لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان 13. وتجديد اتفاقية التزويد بشروطها الحالية سنة ثالثة إضافية 14. بدءا من تشرين الأول عام 2023 المقبل 15. والتزام شركة سومو بتجهيز كامل العقد القديم 16. وزيادة العقد القديم للنفط الأسود إلى مليون ونصف مليون طن سنويا 16. وإبرامي عقد جديد للنفط الخام بمليوني طن سنويا 16. شكرا 16. وزيادة العقد القديم للنفط